السلام عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن احوال اليوم فيديو جديد مع سلمة الفيديو اليوم مختلف هنوريكم الطريقة ونوريكم الشكل الاخر ونوريكم الرشمة ان شاء الله بس تفضوء منها خدمت هذه الجهة وبغيت نشارك معكم اهل الجهة هان بدودابا بهذا العريق الخيط ضروري يخصيكون على 4 باش الخدمة دينا بطبيعة لحال تكون متقونة نتبسو الخيط كيفما دايما كنتبسوه مرة ثانية كيفما نحطوه الطريقة دياله سهلة عملت جوج ديال الدهبي واللون مختلف والدهبي واللون مختلف انتو ما كيبخلكم الختيار ديالكم في الالون هنخدم انا بهذا الجهة المهرس اللي هو هذا الامجابي ماتسونو ولكن هاد المركة هدي اول مرة هنخدم بيها نجربو ورد عليكم الخبار واش مزيان او لا لا كيفما موال فني اي حاجة جديدة كم بغي نشاركها معاكم عانمشو على طول هاد الخط باربعه ديالجوهارات مهرسي عانمشو ميلين واحد شوية انا عملت العدد ربعة كيبقى لكم الختيام بغيتو تعملو ثلاثة بغيتو تعملو اربعة بغيتو تعملو خمسة بغيتو تعملو تنسى ولكن كل ما طولتو في العدد كل ما كتجر ققاب السف هاد الشلبة هدي بالبلو فيغ مفتوح وعملت فيها هاد الالوان صراحة هم الالوان ماشي في حل طبيعه دياله صراحة طبيعه جو حسن ولكن كيف ما كتعرفو يعني اللون ديال التليفون ما كياتيش في حل لون ديال حاجة مباشرة خدمتها بهاد الالوان مختلفة لان السيدة اللي بغيت نبتليها قتلي بانها خصة تبان بالوان فاتحة يعني التوب باهث والخياطة باهثة خصة شير شماء اللي نقولو احنا يا كتحي هاد هاد توب هادا وبها الطريقة هادهي يعني مشو على طول ديال الخط الى اذكرتوا معايا فهدا اول درس تعلمناه في التنباز وهكدا عن طلع على طول ديال الخط بنفس الطريقة فكنتمنى ان شاء الله كل شيء نحن نفهم كيف ماموالفيني دائما كنحاول نشرح لكم بشوية باش تفهموا معايا المهم انا عانواقف ان شاء الله الخدمة باش ما نطولش عليكم الفيديو وها هو الشكل دياله ودواء عن جوء الوراقات هنعمل خمسة ديال الجوهارات المهرسين كيف ملاحظتوا عملت الالوان مختلفة وكيف كنقول لكم دائما الدوق كيبقى على حساب الاختيار ديالكم فانا كنعملكم موديل بس تفدوا منو انتو معللكم الاختيار يعني مشي مجبارين تعملون نفس الالوان هاد الالوان هادو كاملين مركات ديال ام جي بي ماتسونو صراحة خرجوا ولي الالوان مزونو مزف ولكن هاد دهبي اللي قتلكم انا اول مرة كنخدم به هنخدم به ونشارك معاكم اللمبلاش جديد دياله باش الى بغيتو تشريوه وتستبدو منو ماشى بخمسة عملت الورقاء كاملة بخمسة ديالجوهارات ما زيت منقصت بغيتو تشريوه بغيتو تشريوهات بغيتو تشريوهات تشريوهات نخدم معاكم ورقة اخرى باش شوفوه مزيان هيا اعملت خمسة نزيد دابة خمسة ودائما كنخدمو الورقة في الواسط نحاولو الواسط ديال الورقة يجي عامر ما يجيش خاوي لان بزاف ديال المرات كنشوفو ريقة مخدومين لواسط ديالهم خاوي بزاف كي يعطي واحد الشكل الصراحة اللي كيجي خاوي الا ولكن الموديل هكدا ولكن تكون طريقة مختلفة مشيت بالنفس العدد جميع الورقات بالرقم خمسة لان بعد المرات كنوريكم جو هالم هالرسك كل ما طلعنا او على حسب العرض ديال الورقة بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي جالنا الدرس صعيب ولهذا حاولت نعمل عدد واحد ونحاول نمشي به مزيان والحمدلله انتم كيفش ما كتشوفو الورقات مزيانين يعني ماشي ماشي مزيانين كنتمنى هيدا الدرس يكون يجيكم ساهل وتطبقوه من اول فيديو ونخدم معكم الثالثة باش نحفظكم هاد درس هذا وان شاء الله يجيكم ساهل لان صراحة من اصعب دروس اللي كتقابلني صراحة اما في الجروب او في الجمعية او في المدرسة اصعب درس اللي كيجوز لي صراحة هو الوريقات بسبب ديال الوريقات بزاف ديال اخوات تحسبو متنبت لدرجة واحد سيدة بسبب ديال هاد الوريقات كانت عاد خروج متنبت لان صراحة كيف ما كنقولو احنا اي حاجة بالعينين كتجي سهلة من اللي كتشوفوني خدامة يعني خدامة عادية هتقولوا طريقة ديالها سهلة ولكن من اللي هتجي تجربوها تقدر جيكم سعيبة كنقولوها وكنعودوها دائما الحاجة متحكمو عليها حتى تجربوها بامكانك انتنا تشوف الحاجة صعيبة ومن اللي تخدمها تجيك سهلة وكان الحاجة كتبان في العينين سهلة ولكن مع الاسف من اللي كنجي نطبقوها كالجيناء صعيبة واخيرا هني سهلية بغيت نشارك معاكم صراحة هاد جلابه هدي علاش لان بزف ديالاخوات كي بغيوا موديلات جداد وكي بغيوا موديلات حلوين اعملت فيها الهدوب عنشاركو معاكم في الفيديو اللي مجي هدا هو الموديل هانتم كتشوفوه هدوم والوريقات اللي شاركت معاكم ان شاء الله فيديو اللي مجي عنشارك معاكم الهدوب ومراها عنشارك معاكم هاد سنبات اللي كيجي جيمب تفيرا او جيمب تفيفا ودباء ها هي الرشمة باش متقولوش سلمة منزلتين لش الرشمة كيف ما وعتينه هادي هي الرشمة فكنتمنى ان شاء الله تعجبكم ما بانتلكمش مزيان دخلو انستغرام ديالي اللي هو سلمة سليم سنبات واتجبرو الوصفة حاتجبرو الرشمة كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم هاد الفيديو مع فيدي جديد ان شاء الله وشكرا